سيادة لواء طبعاً هذه المشاركة العربية والتخطيط الكبير بقدرات عسكرية وعقول كبيرة من قادة مصر في عمليات التحرير حديث ذو شجون لدينا لدى العرب حقيقة أستسمحك دقائق قصيرة لنرى أيضاً وجهة نظر الأردن بهذه الانتصارات الكبيرة وهذه الملحمة العظيمة بالنسبة أنك عرب دقائق قصيرة نروح إلى هذا التقرير وبعدها نكون متواصلين إذن مشاهدين هذا التقرير من أردن النشامة حول انتصارات أكتوبر بعدها نكون متواصلين العلاقات الأردنية المصرية الثابتة المتجذرة عبر التاريخ هي بتشكل مدار اعتجاج لنا كأردنيين وأيضاً نعتاج بالشعب المصري الشقيق تم إرسال اللواء المدرع أربعين ليشارك في الحرب رمضان في عام 1973 وبالفعل هذا اللواء أبدع وكان له دور مميز في القتال على الجبهة السورية وقدم أربع وعشرين شهيد وخاذ معركتين رئيستين المعركة الأولى يوم 16-10-1973 والمعركة الثانية يوم 19-10 عام 1973 وحقق نصراً على القوات الإسرائيلية وتمكن من دحر القوات الإسرائيلية وإجبارها على اتراجع لمسافة عشرة كيلومترات وتمكن من احتلال تلمسحرة تلمسحرة يعرفها الأخوة الأشقاء السوريون والمصريون والعسكريون بأنها كانت منطقة حيوية تهم الطرفين العربي الأردني والسوري وتهم الطرف الإسرائيلي ومن يسيطر عليها يمكن أن يكون له سيطرة على المعركة هذا بالنسبة للدور العسكري في عام 1973 لكن دعني أيضاً بالنسبة للعلاقات المصرية الأردنية على الصعيد السياسي أستطيع القول بأن هذه العلاقات كانت ثابتة ومتجذرة عبر التاريخ أخذت بعداً أكثر وبعداً أوسع في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني وفي عهد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى الصعيدين السياسي والعسكري وعلى الصعود الأخرى لكننا نحن نركز على الصعيد السياسي وعلى الصعيد العسكري فكان هناك مشاركات عسكرية بين القوات المسلحة المصرية وبين الجيش العربي الأردني كان هناك حضور مناورات كثيرة ومن أهمها مناورات النجم الصاطع وأنا شهدت بعضها حينما كنت ملحقاً عسكرياً في القاهرة في العامين 2009 و2011 أيضاً أخذت أشكال التعاون العسكري شكلت دورات والتدريب ما بين القوات المسلحة الأردنية والقوات المسلحة المصرية وأيضاً على البعد السياسي كان هناك زيارات متبادلة بين جلالة الملك عبد الله وسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكان هناك مصالح متبادلة وكان هناك مؤتمرات ويعني هذه المؤتمرات جسدت هذه العلاقة وآخرها نستطيع أن نستشهد في المؤتمر الدول العربية الخمس في مدينة العالمين